السلام عليكم اليوم جبت لكم محشيوة خفيفة عبارة عن السلطة بطريقة ميمي شاكوك لدينا سلطة خل زيت حبة تفاح حبة تماطم جوز نكسر خماجون دي توم غبرة ملح موتارد قليلا بكحل سويس دو ياور ناتور انجندف انقصت الطفاح الطفاح طرف طرف بطريقة وينجده انقصوا الطرف بنقير لسلطة نقطع من الأسمبلاج سويس رسالي والان الدفاح الطفاح والجوز مريح جدا نظر على المسار 5 منتهة نضيف 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 جربوا وحكموا نقسم بالطماطم نضيف ملح ثم نضيف ملح نضيف ملح ثم ثم نضيف ملح أبدا او الحاجة اللي نستعملها نايا كل واحدة الادابت او الشيزير امتي سويس عندك واحد دير واحد عندك يزوج دير يزوج وهذا كنتي هدي انا تبقى نحطها دون بول او بيان دون بوكال في الفرجدير نستعملها لسالات اللي نديرهم في الليل اهلي تري تري بون لسوس نمسح دون بوكال نمسح نمسح دون بوكال نمسح 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 اشترين نضيف ملحفة نضيف ملحفة نضيف ملحفة يجب أن نضيف الملحفة أنظر يجب أن تضع الوقت الذي يجب أن تضعه فيه نضع الجوز الذي يجب عليك نقصر نضع الفرمج لا يوجد فرمج يستخدم الفرمج لا يوجد فرمج لا يوجد فرمج يضع سابق وضعه كيف يجب أن تضعها لنرسل التصميم ثم تفاحوا الاستخدام وعندما اضعوا الماء بعد الزقب وضعنا لاحقا لا تجد الماء أو الخلط تبدو الطعن وعندما تزيدى الملح سأحن باخذ الملح كما producers سنبتلها لأن الملح تقوم باستخدام الملح نضيف 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 ثم نضيف خبز يابس خبز يابس تحمر في الكوشة و تقسم الطرف و تضيف ثم نضيف صحة و الراحة لكم والسلام عليكم و حت الله و بركاته